اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن عنصر الزنك واهميته في جسم الانسان وفي حربه ضد فيروس كورونا هنتكلم عن الفوائد بتاعته في الجسم وهنتكلم عن الجرعات اللي محتاجينها كل يوم وهنتكلم كمان عن اضرار الافراط في استخدام الزنك تابعوا معاني عزيزتي صديقي المشاهد بما انك عديت مقدمة الحلقة وبتكمل يبقى انت زو عقلية محبة للعلم والمعرفة اهو بقى من صفات العقلية دي ان هي بتحب تشارك المعلومات للغير انت عندك طريق من الطريقين اول حاجة ان انت تعمل شير للفيديو ده تاني حاجة ان انت تدخل على قناتنا على اليوتيوب وتعمل سبسكرايب وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد عن الحلقات اللي بنقدمها يلا بقى ندخل في المهم احنا ليه بنحتاج عنصر الزنك اول حاجة علشان يساعدنا على المحافظة على حسة الشم بتاعتنا تاني حاجة علشان يساعد على توازن نسبة السكر في الدم فهو مفيد جدا لمرضة السكر كمان بنحتاج عنصر الزنك في المساعدة والاسراع على التقام الجروح الدراسات اثبت انه بيساعد في سرعة تجديد الخلايا وعلشان كده اطباء الجلدية على طول بيستخدموا المستحضرات اللي موجود فيها عنصر الزنك لسرعة التقام الجروح وتجديد خلايا البشرة والمساعدة في الشفاء من قصار حب الشباب والجروح يستخدم الزنك في زيادة قوة وكسافة الشعر وبيعطي الشعر المظهر الجميل واللانع لو تم استخدام الزنك اثناء فترة المراهقة بيساعد الانسان على النمو وزيادة الوزن والطول كمان الزنك بيحمي الجنين من التشوهات الخلقية وايضا بيحمي المرأة الحامل من خطر الولادة المبكرة بيحافظ على صحة الجهاز المناعي في جسم الانسان ودي اهم ميزة في عنصر الزنك الايام دي علشان يحافظ على الجهاز المناعي بتاع الانسان في المستوى الصحي اللي يقدر بيه انه هو يحارب مرض الكورونا فهو بيحافظ على عدد كرات الدم البيضة في جسم الانسان كمان الزنك بيساعد على الوقاية وعلى علاج اغلب مشاكل الدورة الشهرية عند النساء الزنك بيساعد على الصحة الجنسية عند الرجال بيحافظ على مستوى الحيوانات المناوية عند الرجال وكمان بيحافظ على صحة البروستاتا ويمنعها من التضخم اعرف منين ان انا عندي مشكلة في عنصر الزنك او الزنك قليل في جسمي اول حاجة بتلاقي فيه بطء في التقام الجروح تاني حاجة ممكن تلاقي ضعف او فقدان حاسة الشم والتزوق كمان ممكن نلاقي عند الاطفال مشاكل في النمو وكمان بنلاقي عند الرجال والسيدات مشاكل في الشعر من ضعف او ان الشعر بيتحول للون الابيض بسرعة هشاشة الشعر او ان هو يتقصر بسهولة مشاكل الشعر بوجه عام بتبقى بنسبة كبيرة سببها نقص الزنك ممكن كمان الاكتئاب يكون عرض اساسي من اعراض نقص عنصر الزنك في الجسم كمان فقدان الرغبة في الاكل فقدان الرغبة في الطعام ممكن يتعالج بان احنا ناخد زنك نقص المناعة ان الانسان كل شوية بيكون عرضة للبكتيريا والجرسين نقص عدد كرات الدم البيضة ممكن يكون سببها نقص عنصر الزنك كل دي اعراض بتدل على ان عنصر الزنك قليل في الجسم احنا محتاجين قد ايه كل يوم من عنصر الزنك السيدات محتاجين 14 ميلي جرام في اليوم الرجال محتاجين 8 ميلي جرام كل يوم نقدر منين نحصل على عنصر الزنك بطريقة طبيعية نقدر نجيبه من اللحوم الفراخ الاسماك والمأكلات البحرية وكمان البكوليات الحاجات دي نقدر ناكلها على مدار الاسبوع تقدر تمدنا بالنسب اللي احنا محتاجينها كل يوم من عنصر الزنك علشان نقدر نستفاد من المميزات اللي اتكلمنا عليها لو هنتكلم بقى عن اضرار الافراط في استخدام الزنك خصوصا الايام دي الناس عندها قلق وتوتر وبياخدوا فيتامينات كتير الاضرار اول حاجة منع انتصاص الكتير من العناصر الغذائية المهمة للجسم زي الماغنيسيوم الحديد النحاس وعناصر تانية تاني حاجة الانسان بيبدأ يشعر بقلم شديد في المعدة وبيشعر بالغسيان وانه هو عاوز يرجع والانسان كمان بيحس بالاسهال وبيجي له اعراض اسهال مصاحبة بالدم كمان ممكن يشعر بالمرارة في بقه وفي الحالات الشديدة من التسمم بعنصر الزنك ان الانسان بيجي له فشل كلوي وعلشان كده دايما بنحب نقول سواء في ان احنا نتناول عنصر الزنك او اي عنصر مفيد للجسم ان احنا نسأل عن الكمية او الجرعة اللي احنا محتاجينها من كل عنصر علشان نستفاد من الفوائد ونتجنب الاضرار دمتم بألف خيئ موسيقى